جزاكم الله خيرا شيخ صالح ما رأيكم في بعض عيمة مساجد الذين يتصدون للفتوى وأيضا بعض طلبة العلم الذين لم يتفرغوا لطلب العلم كما ينبري هذه خطورة عظيمة يجب على هؤلاء أن يتقوا الله وأن لا يتصدوا للفتوى وفي البلد علماء أحسن منهم وأفقه منهم بل عليهم أن يحيلوا السائلين إلى مصادر الفتوى في البلد ولا يكلفوا أنفسهم الإجابة وهم لم يبلغوا المستوى العلمي الذي يؤحلهم للإجابة لأن الفتوى قول على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله فيها خطورة عظيمة وما دام فيه من يتحملها ويقوم بها فالإنسان في عافية من ذلك لسيما إذا كان هذا الإنسان لس عنده الأهلية العلمية فإنه لا يورط نفسه بالفتوى ونربك الناس ويحصل بسببه خطأ يرتكبه السائل أو يرتكبه الناس بسبب إجابته الأمر خطير جدا ترجمة نانسي قنقر